أهلا بكم سنة 6 ابتدائي في درس جديد من دروس مادة الدرسات الابتماعية هنحل إن شاء الله مع بعض اختبار ترككم يا عالم سبق صفحة 117 من كتاب سلاح التدميز الفصل الدرس الأول على قناة العلم والمعرفة السؤال الأول لاحظ الخريطة ثم أجب رقم 1 هذا بتنقط دي طبعا رقم إيه؟ رقم 1 ونقول عليها هضبة أفريقيا الشمالية السؤال رقم 2 صوب يعني اللي تحتي خط ده غلط إحنا نعمل إيه؟ هنصححه يشير الرقم 2 إلى مدار السرطان رقم 2 ده ده طبعا مدار إيه؟ أو دائرة إيه؟ دائرة الإستواء السؤال رقم 3 رقم 3 ده ده بيشير إلى إقليم مناخ اللي هو إيه؟ المداري السؤال الثاني أتمن العبارات الأتية بما يناسبها من كلمات رقم 1 يمتد بحر الرمال العظيم بين مصر ودولة أقوله دولة ليبيا ببحر الرمال العظيم ده بين مصر وإيه؟ وليبيا السؤال رقم 2 تسقط الأمطار بغزارة على منحضرات الجبال المواجهة للرياح؟ أقوله المحملة ببخار إيه؟ الماء السؤال رقم 3 ينتشر نبات الصبار في الإقليم؟ أقوله الصحراوي الحار رقم 4 تقع سهول دجلة والفرات في قارة أقوله قارة آسيا لأنه طبعا ديه تبع إيه؟ دولة العراق السؤال رقم 3 أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة رقم 1 تهب على الوطن العربي شتاء أم رياح باردة قادمة من أوروبا؟ أقوله العبارة صحيحة السؤال رقم 2 تعيش الإسود في إطليم مناخ البحر المتعصد العبارة خطأ رقم 3 طبعا إحنا عارفين إن الإسود بتعيش في الإطليم المداري السؤال رقم 3 تقع محمية ضانة في دولة الكويت؟ أقوله الكويت غلط محمية ضانة تقع في الأردن السؤال رقم 4 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين يتميز مناخ مدينة الإسكندرية بمصر بأنه أقل حرارة من الرياض بيروت مرس مطروح الضر البيضاء أقوله طبعا إيه؟ الرياض في السعودية السؤال رقم 2 يتسم مناخ الجزء الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية بأنه شتاء بارد ممطر صيف حار جاف شتاء معتدل جاف ممطر طول العام أقوله شتاء معتدل إيه؟ جاف السؤال رقم 3 جبال أطلس نتجت عن أطلس أقوله حركات التوائية السؤال رقم 5 أجب عن ما يأتي رقم 1 أكتب نتيجة واحدة للموقع الفلك الوطن العربي أقوله أدى إلى وقوع الأجزاء الجنوبية من الوطن العربي في المناخ الحار والأجزاء الشمالية ضمن المناخ المعتدل السؤال رقم 2 ما العلاقة بين الأنشطة البشرية والحياة البرية؟ أقوله تتعرض بعض الحيوانات البرية لمخاطر نتيجة لتطور الأنشطة البشرية زي إيه؟ زي الصيد الجائر بكده حبيب قلبي ننتهي من حل تدريبات اختبار تراكمي على ما سبق صفحة 170 بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد وإلى اللقاء